السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عنا جهاز ايفون سيكس بلس. بدنا نفتحه. بنعمله تخطي اي كلاود مع شبكة واشعارات بشكل كامل. بادات اي كي برايم. بداية ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصل لك كل جديد. رح اترك لك رابط تحميل الملفات موجودة بالوصف. شرحنا في فيديوهات سابقة طريقة عمل جيلي برايك للجهاز. رح اترك لك رابط تحميل الملف اللي بيساعدك للجلي برايك. تقدر تفوت على قائمة التشغيل وعلى ايفون سيكس بلس. وتقوم بنفس العملية. بعد ما تخلص العملية تفتح اداة اي كي برايم. تفتح معك بالشكل هاد. لازم يعطيك يعني انه اخد جيلي برايك بشكل كامل. شو بتعمل? بتنسخ السيريال نمبر. تعلم على السيريال نمبر. وبتنسخ السيريال نمبر. خلينا نروح على سيرفر اف دابليو اللوك. ونروح ونعمل بلايس اوردر. امي. ونختار من القائمة اي كي. برايم. طبعا هنا سيكس سيكس بلس. السعر تمانية دولار تسعة وخمسين. طبعا هاي الاسعار من بيني لباقي الاجهزة. نختار هاي الخدمة اللي هي للسيكس بلس والسيكس. نروح على الاداة. اختار السيريال نمبر. بعد ما اخذنا السيريال نمبر بنعمل اوردر. ايك راح الاردر. نرد من شيك. هاي صارت عن البروغرس. ضلنا من رفريش او منرجع لها من غيب عنها دقيقتين ثلاثة من نرجع لها. لكن احنا نشوف الوقت الفعلي. للتفعيل. على منعمل رفريش. هيك تمت العملية. اخذ مباشرة. بتوجه للاداة. وبضغط ستارت في الاداة مباشرة. تترك الاداة تعد لوحدها. والجهاز طبعا بوضع التشغيل زي ما هو الان. زي ما شفته تغيرت الواجهة. طفت جهاز. العملية كلياتها ما اخذت عشرين ثانية بعد ما دفعنا. واحنا مجاهزينه بالجل بريك. اعطانا دان انجوي يور ديفايس. جهاز خلاص هيك تمت العملية بنجاح. ننتظر لغاية ما يفتح بس التليفون. طبعا يعني موضوع السيريال نمبر لازم نحط السيريال نمبر مش الامي. انا غلطت في اول مرة. زي ما شفته فتح التليفون. نفتح الادادات. اعطانا انه مش موجود خط في التليفون. هنا زي ما انتم شايفين. راحل اي كلاود. الجهاز فتح بشكل كامل. طبعا الجهاز بفتح معك بشبكة بشتغل معك بشبكة. واشعارات بشكل كامل. هذا كان الفيديو اليوم. اراكم في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.